اختتم الممثل المقيم للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول افريقيا المركزية لدى شاد مساء امس اعمال الدورة التدريبية حول المالية العامة لرؤساء لجال المالية بالجمعية الوطنية لدول السماك تقرير هارون ابادم خالصت اعمال الورشة التدريبية حول الابتكار التمهيدي المقدم من قبل توجيهات الاطار المتناسق لادارة المالية العامة بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية بافريقيا المركزية السماك بتوصيات طالبت من لجنة السياسة الاقتصادية والنقدية بالمجموعة بتنظيم ويرش مماثلة لتعزيز كفاءات المسؤولين باللجان المالية بالجمعيات الوطنية للدول العضاة في السماك واعتماد خطة الإطار الجديد من أجل تسيير أفضل وشفاف للموارد المالية من خلال مشروع القانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان في كل بلد اختتمت عمال الورشة رسميا من قبل الممثل المقيم للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية أبكر مالا مرشة حيث طالب المشاركين بتطبيق ما تلقاه من معلومات على أرض الواقع كما أن الورشة جاءت في وقت اعتمد فيه قادة الدول العضاة في السماك على توجهات جديدة بالعمل وفق هذه التوجهات تعد ضرورة حتمية لذا يجب التفعيل هذه التوصيات التي خرجت بها الورشة